السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد درس استكشاف واستقصاء لبعض المثلثات قائمة الزاوية الخاصة قبل أن نبدأ بدراسة الفصل الثامن نحتاج إلى أن نقوم باستكشاف لمثلثين خاصين شهيرين سبق لنا دراستهم في المرحلة المتوسطة حننظر لأضلاع هذه المثلثات وبعد ذلك نوجد بعض النسب ما بين هذه الأضلاع هذا يعطينا مفتاح إن شاء الله لدراسة الفصل الثامن نتمنى لكم دائما وأبدا متابعة طيبة دعونا ننتقل الآن إلى استعراض هذا الدرس في هذا الدرس أخواني الكرام وأخواتي سنتعلم نوعين من المثلثات المثلث الأول تطرقنا في درس التهيئة اللي هو المثلث تكون زواياه 90-45-45 اللي هو المثلث متطابق الضلعين وقائم الزاوية أما المثلث الثاني فهو مثلث زواياه 90-60-30 وهذا سميناه في المرحلة المتوسطة المثلث الثلاثيني ستيني يعني أنه فيه زاوية 30 وزاوية 60 وزاوية قائمة طبعا هذه المثلثات دائما تكون النسب بين أضلاعها ثابتة ونرح نشوف إن شاء الله هذه النسب في الأنشطة التالية نبدأ بالنشاط الأول متعلق بالمثلث 90-45-45 طبعا هذا هو المثلث لاحظ أن الزاوية القائمة هي الزاوية C ولدينا زاويتين زاوية 45 وزاوية 45 ما هي العلاقة بين الأضلاع A وB وC هل يوجد علاقة فيما بينها طبعا كون الزاويتين 45 و45 متطابقتين إذن الظلع A سيطابق الظلع B الظلع A سيطابق الظلع B لأن هذا المثلث يعتبر متطابق الظلعين والظلع C أيضا هو سيكون بنسبة ثابتة مع الأي ومع البي سوف ننظر لذلك من خلال الجدول التالي لو حبينا نستخدم برنامج الأكسل وهم برامج شهيرة في الجداول الإكترونية بالنسبة للجدول الأكسل أخواني الكرام وأخواتي لو قلنا إحنا الأي والبي لهم نفس الطول وبالتالي يمثلان أطوال الأضلاع ويبقى لنا نجيب الوتر الوتر اللي هو السي فكيف نوجد الوتر من خلال برنامج الأكسل نحن نعرف قانون أو نظرية فيثاغورس هي عبارة عن هي عبارة عن هو الظلع الأول تربيع زائد الظلع الثاني تربيع يعطي للوتر تربيع فبالتالي إذا أردت أنك توجد الوتر فنحن نأخذ جذر الظلع الأول تربيع زائد الظلع الثاني تربيع فكيف نكتب هذه المعادلة باستخدام الأكسل نكتب يساوي ثم نكتب دالة الجذر اللي هي عبارة عن SQRT هذه SQRT هي عبارة عن إيجاد الجذر التربيعي إيجاد الجذر التربيعي لقيمة معينة نضع هذه الدالة يقولك تبغى توجد جذر لإيش نقول له نبغى هذه القيمة تربيع كيف نكتب التربيع؟ نضغط SHIFT مع العدد 6 يكتب لي اللي هو زي الرقم 8 هذا الصغير وبعدين نحط تربيع زائدا وبعدين نكتب اللي هو الأيقونة الثانية اللي هي البي وبنفس الشي نبغاها أيضا تربيع بهذه الصورة ثم نقفل القوس فكذا كأننا قلنا له أوجد لنا جذر الـ A تربيع زائد البي تربيع بهذه الصورة نضغط الآن ENTER حيحسب لي الجذر بهذه الصورة إذن خلونا نعيد الخطوات مع بعض بالنسبة لي مثلا لو كان طول الظلع واحد حيكون طول الوتر 1.41 أربعة واثنين طيب لو كان طول الظلع اثنين كم بيصير طول الوتر؟ نحسب نفس الطريقة خلونا نعيدها نقول يساوي SQRT اللي هي دالة الجذر التربيعي نضغط عليها يفتح لنا قوس نضغط الأيقونة الأولى اللي هي A3 اللي هي الموقع هذا بعدين shift مع العدد 6 اللي يفتح لي زي الرقم ثمانية هذا معناته أس وبعدين نضغط اثنين زائدا نروح للبي ونفس الشيء نضغط shift مع العدد 6 وبعدين نضغط اثنين بهذا الشكل وبالتالي نقف القوس إذن لاحظ أنه لما كان طول الظلع اثنين صار اثنين فاصل اثنين وثمانين اربعة وثمانين وش العلاقة بين الواحد والاثنين؟ هي مضاعفة للواحد وكذلك نلاحظ أن الوتر هنا صار مضاعف للوتر في المثلث الأول وكذلك لو حبيتني يعني ما أبغى أعيد كل مرة أكتب لا ممكن أنا أحدد مثلا أي شيء وأضغط على المربع الأخضر الصغير هذا مدري إذا أبين معكم أو لا في مربع صغير تسحب بهذا الشكل وبالتالي هو ينسخ لك الدالة على نفس المربعات اللي عندك فهنا على الأي أربعة والبي أربعة وهنا على الأي خمسة والبي خمسة وبالتالي لاحظ أن الأطوال أيضا تغيرت بنفس اللي هو الأطوال الموجودة عندنا في الأي وفي البي الآن لو حبيت أشوف النسب بين هذه المثلات لو بغيت أحسب طول الضلع بي لو قسمتها على اي وش بيعطيني؟ لو قسمت التلبي على ال اي فأقول يساوي أبغى أنا الضلع اللي بي تقسيم نضغط دلة التقسيم على ال اي بهذه الصورة وأضغط يساوي طبعا لما تقسم واحد على واحد بتعطيك واحد طيب لما نقسم اثنين على اثنين من نفس الشكل بقول أبسحب التنسيق هذا وبالتالي لاحظ أنه دائما يعطيني واحد دائما يعطيني واحد لما نقسم اثنين على اثنين بيعطيني واحد ثلاثة على ثلاثة بيعطيني واحد أربعة على أربعة بيعطيني واحد فلاحظني لو قسمت ال بي على ال اي دائما يعطيني واحد في هذا المثلث طيب لو قسمت ال بي على السي قسمت ال بي على السي فبقول يساوي أختار ال بي الآن وأضع القسمة على السي بهذا الشكل وأضغط وبالتالي لاحظ أن النسبة اللي أعطاك إياها تقريبا 0.70711 هل لو أنا رحت المثلث الثاني أو الثالث أو الرابع كلها مثلثات وتطابقة الضلعين خمسة واربعين درجة خمسة واربعين درجة وقائمة الزاوية هل بتعطيني نفس النسبة؟ نشوف لو سحبنا الآن نلاحظ أن أعطتنا نفس النسبة سواء كان طول الضلع واحد أو طول الضلع اثنين أو طول الضلع ثلاثة أو طول الضلع أربعة أو طول الضلع ألف يعني ما عندي مشكلة حتى لو كان طول الضلع ألف حيأطيني نفس النسبة بين الضلع B والضلع C بين الضلع B وبين الضلع C حيكون لهم نفس النسبة بهذا الشكل طيب لو كان عندك أيضا حبينا نقسم A على C حبينا نقسم الآن طول الضلع A على طول الضلع C فبالتالي بقول يساوي أختار A وضغط القسمة وبعدين أروح لل C بهذا الشكل واللاحظ أنه أعطاني نفس النسبة أعطاني نفس النسبة فبالتالي رح نشوف إن شاء الله في هذه الوحدة أن هذه النسب في لها مدلولات هذه النسب لها مدلولات معينة جدا فبالتالي رح نتعلمها بإذن الله تعالى ابتداء من الدرس السابق ففكرة الدوال المثلثية هي النسب بين أطوال الأضلع في المثلث قائم الزاوية النسبة بين A والB النسبة بين B والA النسبة بين A والC النسبة بين B والC سنجد أن كل نسبة من هذه النسب تعطيني دالة مثلثية بإذن الله تعالى رح نتعرف عليها لاحظ هنا أنه أيضا النسبة بين B والC صارت نفس النسبة بين A والC والسبب في ذلك أن هذا مثلث متطابق الضلعين فالA هي نفسها الB فبالتالي لما نقسم الA على السي زي لما نقسم الB على السي بهذه الصورة كلها ستعطيني نفس الناتج الجميل الموجود أمامنا اللي هو 0.707 اللي هي هذه إن شاء الله رح نتعرف عليها هي عبارة عن جذر 2 على 2 جذر 2 على 2 نسميها هذه جذر 2 على 2 اللي هي 70% تقريبا أو 70.7% تقريبا فهذه النسبة مهمة جدا في الدوال المثلثية إن شاء الله يكون المثال هذا واضح للجميع ننتقل الآن إلى النوع الثاني أو المثلث الثاني عندنا قلنا الآن إن لو لاحظنا النسب ستكون نسب متشابهة بينما الB والA أيضا نسب هنا تساوي واحد فبالتالي النسب هذه ستكون نسب متشابهة نشوف الآن أيضا عندنا النشاط الآخر المثلث اختلف عندنا هذا المثلث اللي سميناه الثلاثيني ستيني زواياه تسعين وستين وثلاثين الآن لو حبيتني أطبق نفس الكلام على الإكسل فعندي أنا علاقة تربط ما بين الأي والبي ما هي هذه العلاقة بين الأي والسي عفوا في علاقة تربط بينهم هذا المثلث الثلاثيني ستيني يعتبر نصف مثلث متطابق الأضلاء يعني أنت لو مسكت الثلاثين كده وكملتها يعني خلونا ناخذ قلم مثلا الآن لو كملنا هذا المثلث بهذه الصورة فرح يكون عندك هنا مثلث متطابق الأضلاء هذه الزاوية فيه ثلاثين هذه الزاوية فيه ثلاثين فيكون الزاوية هذه كلها ستين تكون الزاوية هذه كلها ستين وبالتالي هذه الزاوية أيضا ستين وبالتالي هذا بيكون A نفس ما هذا A هذا بيكون A إذن هذا الطول هو نفس هذا الطول والسي ستساوي ضعف الأي ستكون ضعف الأي 2 في الأي لأن هذا المثلث متطابق الأضلاء طول ضلعة كامل بيكون عبارة عن 2A فهذه المسافة أيضاً بتكون عبارة عن 2A وبالتالي السي دائماً تكون ضعف الأي في هذا المثلث خلونا نشوف الآن باستخدام برنامج الأكسل كيف نوجد هذه القيام الآن بالنسبة لهذا قلنا السي دائماً يكون مضاعف للأي فإذا الأي طولة 1 فالسي طولة 2 إذا الأي 2 فالسي طولة 4 إذا الأي 3 فالسي طولة 6 طبعاً السي هي تمثل الوتر فإذا أردت أني أوجد طولة B فأقول أن هذا يساوي جذر SQRT أيضاً نفس الطريقة بس ما رح أجمع الضلعين وإنما سأطرح الوتر ناقص الضلع الأول الوتر ناقص الضلع الأول فأقول SQRT بهذا الشكل وأفتح قوس أقول الوتر تربيع اللي هو هذه الأيقونة تمثل الوتر تربيع ناقصاً الضلع الأي تربيع الأي تربيع بهذه الصورة وأقفل القوس وبالتالي سيعطيني الآن اللي هو الضلع B اللي هو يمثل 1.73 اللي هو يمثل جذر ثلاثة يمثل جذر ثلاثة هذا نفسه هو جذر ثلاثة ولو حبيت أن تشوف بقية المثلثات أيضاً سيعطيك نسبة متراكبة أو نسبة متشابهة ما بين اللي هو هذه الأضلع الآن لو حبيت أني أشوف النسب المثلثية بين هذه الأضلع أبحث بالB تقسيم الأي فأقول يساوي وأضغط الB وروح للتقسيم وروح للأي بهذا الشكل وبالتالي سيكون 1.73 لاحظ أنها تساوي جذر ثلاثة وبالتالي لو أنت غيرت أطوال المثلثات أيضاً ستظل النسبة ثابتة 1.73 لما نجي للB تقسيم السي بنفس الطريقة بأقول هذه تساوي الB تقسيم الأي بهذا الشكل وبالتالي تطيري 1.73 إذن هنا بتصير 1.73 فبالتالي نلاحظ أن النسبة أيضاً هي نفسها لو أخدتنا الB تقسيم السي والأي تقسيم البي بينما لو أخدت الأي على السي دائماً ستجد أن هذه تعطيني إيش؟ تعطيني نصفها تعطيني نصفها لو أنا أخدت الأي تقسيم السي فبالتالي بأقول الأي تقسيم السي فهذه تعطيك دائماً نصف تعطيني دائماً نصف وبالتالي ألاحظ أن النسبة ثابتة ما بين أطوال الأضلاع في نفس المثلث فبالتالي أيها الإخوة الكرام والأخوات يعني نكون هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الذي تعرفنا فيه على نوعين خاصين من أنواع المثلثات تعرفنا على المثلث متطابق أضلعين وتعرفنا على المثلث الذي يعتبر ثلاثيني ستيني هذه المثلثات إن شاء الله بتكون بإذن الله تعالى بوابة مفتاح لنا لمعرفة الدوال المثلثية المختلفة طبعاً الدوال المثلثية إن شاء الله اللي رح نتعرف عليه هي نفس النسب ما بين أطوال الأضلاع أيضاً زوايا الثلاثين والخمسة واربعين والستين هي تعتبر من الثلاثيات الشهيرة أو من الزوايا الشهيرة اللي حيكثر استخدامها في هذا الفصل وسنتعرف على الدوال المثلثية فيها من المهم جداً للطالب إنه يعني يستكشف مثل هذه المثلثات ويتدرب على استخدام مثلاً البرامج التقنية اللي والله ممكن تساعد على استيعاب المفاهيم العلمية المختلفة مثل برنامج الأكسل لأنه يعتبر برنامج داول إلكترونية ممكن أنك والله تجري الحسابات بلحظات معينة فأتعرف على الدوال الموجودة في الأكسل هي نفس الدوال اللي موجودة في الآلة الحاسبة وفي دوال أيضاً أكثر وأشمل فهي تساعدك أيضاً على استيعاب وفهم كثير من المفاهيم بالإضافة للآلات الحاسبة البيانية اللي ممكن أرسم فيها وأمثل هذه كلها فرص تساعد الطالب على أن يستوعب المفهوم وأنه والله يقدم مادة أو يعني تسهل عليه المادة العلمية بإذن الله تعالى في الدرس القادم سنبدأ في الدرس الأساسي اللي هو الدوال المثليثية في المثلثات قائمة الزاوية سنتذكر هذه النسب اللي تعلمناها في درس اليوم وشفنا فيها كيف نحسب اللي هو طول ظلع على ظلع عندنا في المثلث طبعاً ثلاثة ظلع من شوف أنا لو قسمت الظلع الأول على الثاني وشبيعطيني لو قسمت الثاني على الثالثة شبيعطيني لو قسمت الأول على الثالث كل واحد من هذه أو كل عملية قسمة ما بين الأضراع راح تعطيني الدالة المثلثية وهذه الدالة المثلثية لها يعني مثل ما نقول لها مفهوم معين هذا المفهوم بيساعدني على معرفة الأطوال على معرفة الارتفاعات على معرفة المسافات يعني أنا ما يحتاج والله أني مثلاً أجيب متر وأقيس ارتفاع بناية ممكن أنا في مكاني على سطح الأرض معرفتي لزاوية الارتفاع بس ومعرفتي للمسافة بيني وبين البناية أني أعرف ارتفاع هذه البناية باستخدام إيش؟ باستخدام الدوال المثلثية ممكن أنا أعرف جميع أضلاع وجميع زوايا المثلث من خلال معرفتي للدوال المثلثية فبالتالي الدوال المثلثية يعتبر هو علم أساسي وعلم هام ممكن ينطلق في الطالب خصوصاً في مجال الهندسة حيث أن جميع المفاهيم الفيزيائية المتعلقة بالميكانيكا ترتبط ارتباط وثيق بعلم حساب المثلثات أو بالساين والكوساين والتان والكوتان التي هي تمثل الدوال المثلثية وهي سبق لنا مرور عليها كذا بشكل سريع في المرحلة المتوسطة ولكن مناخذها طبعاً في ثاني ثانوي بشيء من التفصيل فآمل من جميع أن يرعيها الكثير من الاهتمام والانتباع بذلك أيها الأخوة الكرام يعني نكون وصلنا إلى نهاية المطاف في حديثنا لهذا اليوم في درس الاستقصاء والاستكشاف أتمنى أنه كان درس خفيف عليكم وأتمنى للجميع أن يكون بإذن الله تعالى متفوق ومتميز في هذا المقرر من هنا إلى ذلك الحين أخوان الكرام نلقاكم في الدرس القادم على خير وإن شاء الله تكون بداية موفقة وفصل ثامن جميل ينتظركم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته